وزير الصحة الدكتور فراس الهواري أن العودة إلى التعليم الوجهي في المدارس والجامعات هي الهدف الاستراتيجي الأول اليوم وخلال حديثه لبرنامج حلوي الدنيا على شاشة رؤية وصف هواري الوضع الوبائي الحالي في الأردن بالمريح مشددا في الوقت نفسه على أهمية التدرج في فتح القطاعات وزيادة الإقبال على تلقي اللقاحات إذا ما استمرينا بالتدرج وهنا هذه نقطة مهمة بدي أنا أشير إليها التدرج في عملية فتح القطاعات وأخذنا المطاعيم بالشكل اللي إحنا مقبلين عليه ووصلنا إلى حوالي ثلاث ملايين جرعة بحلول واحد سبعة نتوقع أن يكون هناك بعض الزيادة في الإصابات لكن دون الوصول إلى موجه حقيقية هدفنا اليوم الاستراتيجي الأول هو العودة إلى تعليم المدارس تعليم الجامعات وجاهيا لذلك نرى حملة رائعة لتطعيم كل الهيئة التدريسية في المدارس والجامعات وتجاوزنا المئة ألف معلم ومعلمة هذا إنجاز كبير